انعقدت النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية في مدينة سوتي الروسية عام 2019 وشهدت هذه القمة الروسية الأفريقية الأولى شهدت الاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار من أجل تنصيق تطوير العلاقات ما بين الجانبين وإنشاء منتدى شراكة روسيا-إفريقيا تحت الشعار من أجل السلام والأمن والتنمية جاءت النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية التي عقدت بمدينة سوتي الروسية عام 2019 قمة تعد حدثاً رئيسياً في العلاقات الروسية الأفريقية وتهدف إلى تحقيق مسوى جديد ونوعي للشراكة بين الدول الأفريقية وروسيا فضلاً عن تعزيز التعاون الشامل بين الطرفين في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وشهدت القمة الروسية الأفريقية الأولى لاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار من أجل تنسيق تطوير العلاقات بين الجانبين وإنشاء منتدى شراكة روسيا-إفريقيا وأطلقت القمة الروسية الأفريقية مرحلة جديدة من العلاقات بين روسيا والقرة الأفريقية أصفرت عن توقيع عقود كبرى واتفاقات تؤسس لتطوير شراكات استراتيجية بين الطرفين وعكس البيان الختامي للنسخة الأولى للقمة اتفاقات تضع خريطة طريق لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات التقليدية للتعاون وزيادة حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا إلى 40 مليار دولار الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية التوافقات التي تضمنها البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية الأولى ووصف نتائج الاجتماعات بأنها تضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات حيث عكست مخرجات القمة الأولى لاتفاق في مواقف الطرفين على الملفات السياسية والمبادئ الأساسية التي ينطلقان منها وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل الصراعات بالطرق السلمية الأهمية السياسية للقمة الروسية الأفريقية ازدادت بشكل كبير كونها بحثت ملفات التنسيق وأفاق تطوير التعاون مع روسيا لكن الأبرز أنها شهدت عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف برزت فيها أهم الأزمات التي تشغل بال القارة السمراء من مشكلة مكافحة الإرهاب إلى الأزمات والحروب وتعول القارة الأفريقية على تعزيز التعاون التاريخي مع روسيا وخصوصا في مجالات تطوير البناء التحتية التي تعد من أبرز أولويات القارة ومضاعفة الشركات الروسية استثماراتها في القارة الأفريقية